سيد عريقات أهلا وسهلا بك من جديد هنا هل تعتقد أن المواقف الأوروبية هي فقط ستبقى في إطار الإدانات والاستهجان لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لما يحدث في القدس ومناطقها أم أنها ربما أخذت خطوة متقدمة خصوصا البيانات الأمريكية خصوصا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي الذي أدان ما يجري في مدينة القدس وعبر بالنص أن هناك عائلات تعيش منذ أجيال في هذه المنطقة لا يحمل هذا جديدا شكرا للإستطافة وأن الشرق عظيم أن أشارك هذا الفضاء مع الدكتور مصطفى برغوثي أولا علينا أن لا نبالغ بالموقف الأمريكي والموقف الأوروبي تذكر أنا سألت هذه الأسئلة للأسابيع الثلاث الماضية ويرد علي كما ذكر دكتور مصطفى الطرفين وندعوهم وكان هناك طرف فلسطيني يقوم بالعدوان الحقيقة هي أن هذا العدو الصهيوني يرى استمراره واستمرار وجوده على حساب أشلاء الفلسطينيين لا يمكن أن يتعايش مع وجود وطني فلسطيني في أرضه التاريخية هذه هي نقطة الصراع وستستمر كذلك أما الموقف الأمريكي حقيقة كان الرد يوم أمس هو على سؤالي حقيقة عندما قالت جالينة بورتر أن هنا هذه العائلات تعيشوا منذ أجل هذا هو الواقع هذا هو الواقع ويتنظر بالانتجاه الآخر وتحاول الإدارة إدارة أمريكية وراء الأخرى تحاول دائما أن تساوي ما بين العدوان وكان هناك عدوان فلسطيني وكان هناك سلاح فلسطيني وكان الفلسطينيين يقومون بضرب المستوطنين والمؤتدين من جنود الاحتلال بقنصهم بالعيون وإلى خير كما ذكرت الدكتور مصطفى هذا غير صحيح وهذا غير مقبول لكن أنا في تقديري للأسف أن هناك نفاق كبير جدا من الأوروبيين ومن الأمريكيين يوم أمس سئلت الناطقة هل ستوقعون على البيان الذي توقع عليه الأوروبيين وقالوا لا بما معناها أنهم يكتفون بما يقولونه فهذا نفاق معروف لن يتغير ما يغير الأمور وما يفرض سواء على الإدارة الأمريكية أو الأوروبيين هو حقيقة موقف المناضلين الفلسطينيين كلما ارتفعت وطيرة النضال والمواجهة كلما شعر العالم إما بالارتباك أو بالحرج أو بخطورة الموقف هذه العملية التي في نهاية المطاق تجبر الموقف العالمي وتضع الموقف العالمي في موقع عليه أن يرد أو أن يتحمل المسؤولين أو أن يقول نحن مع المؤتدين الإسرائيليين